الاول كان من العلاقة. الاول كان ده يعني مصير العلاقة بس ها مش بيكون مصير مطلق يعني ها مجرد طاقة. مال قادم في حياة برج الحمل اللي عايزي بيهن. اوكي شكلك تعرضت يا برج الحمل حاجة صعبة. طاقة العامة من الوقت. تعرضت لحاجة صعبة يا اخيانا. اه 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 مشاكل. حاجة فيها ناس فيها اكتر من من شخص يعني مش حاجة تخص الشريك بس يعني كلام مسلا سيء. لان ده ممكن كمان يكون كلامي في صمعك او كده. فشكلك تعرضت لحاجة صعبة يا برج الحمل. الطاقة بتاعتك اه 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 اه. طاقة حب. طاقة حب. طاقة مشاعر. انت في عندك حب تجاه حد في الوقت الحالي. او انت متفكر انك انت هتقدم عرض حب لحد في الطاقة الحالية. فيه تفكير كتير. في كده. او انت عندك حب يعني او مشاعر تجاه فيه طاقة حب يعني. برج الحمل. طاقتك. فيه او فيه حد انت قدمت له حب ومشاعر والحد ده خانك خدعك خزبك اه اه انت بتراقب كمان حد او انت بتراقب حد لكن انت موجوع مسلا من علاقة من الماضي او من الصابق او كده. وبقيت حذر في العلاقات. بقيت حذر ان اه انك تقدم مشاعرك لحد او كده فيه او خايف او انت بتحب حد فيه عنده طرف تالت. يعني كل حد ياخد الكراءة بالشكل المناسب لي. يعني فيه عنده طرف تاني او انت اللي عندك الطرف التاني ومش قادر مسلا تقول مشاعرك للشخص التاني. فاخد الاحتمال المناسب لي. طاقت شريكك. طاقت شريكك. القمر المون. ممكن ده شخص مختفي. ممكن ده شخص انت متعرفش عنه كتير. ممكن ده شخص غامض. ممكن هو حزين في الوقت الحالي. طاقت شريك برج الحمر. الشخص ده ممكن يكون مختفي. مبتعد. مشبال. او انت ماتعرفش عنه حاجة قوي او 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 هو منعزل عن الناس او كده. وبدأ حاجة جديدة فى حياته بيعامل كوازن. فى حياته بصى هو طاقته حلوة. اا بالذات ان هنا كمان فى الطاقة بتاعته. يعني هنا الأمر وهنا الشمس طاقته فيها كوازن فعلا فى الوقت الحالي. ممكن هو مبتعد مثلا من تأمل اا 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 او البداية حاجة دي ده في حياته في الوقت الحالي ممكن هو كمان بيرقبك. ده بشكل مختلف عن الشكل ان انت بترقبه به. لان انت عندك شبه كده في علاقات. بسبب خدايا. اما خدايا متكارل من نفسها شخص. اما حالة حصلت ليك في المؤذي. طاقة العلاقة بينكم انتو الاثنين. طاقة العلاقة بينكم انتو الاثنين. انا شايفة طاقة فيها حماس. طاقة فيها شغف. فيها التوازل. فيها اتنين ازجاع. اتنين محبين. اتنين نكحين. شايفة كمان احرف. شايفة الان. حرف الام. حرف الاي. حرف الاتش. حرف البي. اه. دي ممكن حروف تخص حد منكم او كده. اه شايفة طاقة العلاقة ما بينكم. فيها رابة في اعتذار او مصالحة او اعتراف بحب او اعتراف بمشاعر. اه. وفيه قرار لازم يتخذ بشأن ده. فيه رأ فيه كمان انتو شايفين. ممكن تكونوا انتو الاثنين من نفس الصعيم. من نفس البرج او من نفس يعني انتو الاثنين مسلا تكونوا برج لاري. او انتو الاثنين تكونوا محمد. فيه احتمال ده. او حاسين انكو انتو الاثنين براية البعض. تمام? مشاعروا تجاهك التمبرانس. مشاعروا تجاهك حلوة قوي قوي قوي. مشاعروا تجاهك بايسة. انا شايف هنا ده شخص طيب. اه شخص طيب. شخص كويس. شخص منعزل لتحسين وضعه وتحسين نفسه. اه بادئ حاجة جديدة. اه ممكن يكون فيه بينك وبينه فرق سنة ده للبعض. للبعض ممكن يكون او تعرفه من زمان. او تشوف وتحس انك انت تعرفه من زمان. المهمبي مشاعره هنا تجاهك كمشاعر محبة. اه مشاعر سلام. مشاعر التواصل روخي. مشاعر الشفاء. ممكن الشخص ده انت من اسباب مسلا تنجاحه في حياته او تقدمه في حياته. كن ان هو بس بيفكر فيك. اه شايفة شخص روحاني التمبرانس ده لو كرت برج القوس. اه ده ممكن يكون شخص كمان روحاني او بيستعمل روحانياته او عينه التالتة اا اا قوي. مشاعره اتجاهك او اتجاه العلاقة. الامر برضو. الشخص ده انت بتساعده ان هو هتوازن في حاجة صعبة وهو مر بيه. يعني مش انت بس اللي عندك حاجة صعبة. هو كمان حاجة صعبة هو مر بيها. انت بتساعده ان هو يعمل توازن. حاسس بتواصل روحي قوي بيلك وبينه. ممكن انت كمان بالنسبة له هامل او احسيسك او مشاعره هاملة بالنسبة له في الوقت الحالي. شخص ده متفاجئ او متفاجئ في الوقت الحالي بالمشاعر اللي هو حاسسها اللي هو حاسسها محيطك. او الشخص ده حزين في الوقت الحالي بسبب انفصال حصل بينك وبينه. فيه تروم قوي جدا حصل بينك وبينه انهيار للعلاقة. شخص ده حزين جدا في الوقت الحالي وبيحاول ان هو يتواصل معك على اقل روحيا في الطاقة الحالية علشان ايه يجذبك لي تاني او انك انت تسمحه او ان هو يحاول يسمحك اين كمين العمل في مين. اه نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. ايه نوايا? زي فان. شخص ده عند ورق قوي جدا. ورق واضح جدا. نوايا تجاهك ان هو يوضح لك حاجة. يوضح لك امور. يكشف لك مثلا اصرار معينة. يكلمك عن نفسه. الان هو هنا الامر. هو مختفي. هو غامض. هو منعزل عن الاخرين. هنا ممكن يكون عاوز يوضح لك اللي هو اه بيحس بي نوايا في جاهك او تجاه العلاقة. اه. شخص ده نوايا في جاهك او تجاه العلاقة. ممكن انت اه يبين لك حاجة مثلا حصلت في حياته او ان هو اتعرض لايه في حياته. الشخص ده متردد ممكن في الوقت الحالي. بسبب ان فيه شيء لازم ينهيه في حياته الاول. هو عنده اكيد انه شعر حب تجاهك. لكن في حاجات لازم تحصل تغييرات في حياته. عشان الشمس دي تطلع او الشمس دي تكون او الامور دي توضح الحاجات دي لازم تنتهي اللي موجودة في حياته او في حياتك يعني. خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة لفور. اه زي ما فيه حاجات لازم تخلص خالص وتبدأوا من زيرو. الشخص ده اا كمان عاوز ياخد خطوة ممكن تكون مش محصوبة قوي مش مدروسة قوي اا او بمجرد انتهاء الشيء السيء مثلا انه متمره به او متمر به العلاقة ياخد القرار على طول او يبدأ معك بداية جديدة تماما. لو انت شخصي انا شايفي هنا للبعض ممكن انه شخصي بديد. للبعض الاخر ممكن ده شخصي انت قمت معاه في مشاكل حزن الم او كده والشخص ده بيعيب برمجة نفسه وحياته في الوقت الحياة. لو هي تجاهك خطواته القادمة تجاهك. شخص ده جايلك بديمه وحب بالسلام مشخص روحاني جدا حكيم اتعرض لحاجات كتير اكسبته حكمة خبرة عقل ممكن يكون هو سنه صغير مثلا عقله اكبر من سنه. ممكن يكون هو شخص متدين لكن مش بالشكل الظاهرين بالشكل. رأيكم ده مش بحبي كلمة المتدين دي يعني بس كان حد بيفتعل الشيء يعني. لكن هو كأنه اا اا شخص عنده الحكس قوي جدا عنده طاقة العين التالتة موجودة قوي يعني او هو بيتبع حكسه بشكل كبير. اا ايه? وفيه شوية اسرار برضو. فيه شوية اسرار عنده خناية او في خطواته قد كده هو مش مش مفتح عنها للاخرين امضيك في الوقت الحالي. الاوت كان للعلاقة ذلك. انت يا اما هو هيسيب حد وراي يا اما انت هيسيب حد وراك. المهم اللي هو هيكون معبودين مع بعض. ده كرت العاشقين. الكرت ده اا مش بيقضي او يجالين لكن هيكون فيه علاقة. يعني هيكون فيه مشاعر. وحبه او كده. اا ايه نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. اا اا الاوت قام. الاوت قام. اا فيه اا فيه مشاعر. فيه حفظة. فيه تقدير. فيه استقرار. فيه تغيير لحالة انتو بتعشوها في الوقت الحي. ممكن يكون فيه حاجة فيها شغلة تشتغلوه مع بعض. اا فيه صفر ممكن تشتغلوه مع بعض. ممكن. الشغل ده يكون عن طريق الانترنت. ممكن اا اا فيه نوع من انواع الاستقرار يعني. او شخص ده تكون انت رئيسه في العمل او هو رئيسات في العمل. بيحسب بينكم مشاعر حب او يعترف لك بالحب ان عنده ده او كده. بس فيه حاجة مثلا هتخلوها في بدايتها ما تكونش ظهرة للاخرين. يعني ما يكونش الاخرين يعلموا عنها يعني. انا عايزة اشوف من الرومانز مشاعره تجاهك او تجاه العلام. لان هنا هو حاسس بايه لكن ما فيش مشاعر تجاهك. ايه مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة. حد فيكم كانت في علاقة سامة او فتاكة سامة اا اا او عنده طاقة اجمال مثلا ادمال على حاجة او كده اا شايفة فيه في مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة. في مشاعر حب ممكن كمان ممكن تكون مواصلة لتعلق او الشخص ده مدمن على شيء بواصله حاجات كتير في حياته في السابق وهو بيحاول يعمل شفاء متوازن في الوقت الحالي او كان في علاقة سامة او علاقة فيها تعلق عملته مشاكل في حياته وهو بيحاول يخرج منها اا هنا كمان في مشاعر تجاهك الشخص ده ممكن يكون بيدا يا ربنا انه تكونوا موجودين مع بعض. يكون مستعد ان هو يبزل المجهود اكبر لان هو شايف انك انسى الحب الكبير بالنسبة له. الابراج اللي موجودة هنا يا برج الحمل انا شايفة برج الحوت العقرب السرطان الميزان الاسد القوس عقرب تاني عزراء حمل آآ صورة عزراء جوزاء دي الابراج اللي موجودة برج الاسد برضو تاني او القوس دي الابراج والطقات اللي موجودة. القادم في حياة العازبين في شخص يحبك اوه. ممكن يكون اصغر منك. آآ ممكن يكون شخص انت كنت معي وعايز يقدم لك اعتذار او مصالحة او كده. من قادم. ممكن كمان جاي لك رزق خير او كده. لان انا هنا بقولك من القادم مش من القادم. ما القادم بتشمل آآ زواج آآ عمل آآ نجاح ارتباط آآ فلوس آآ اي حاجة ممكن تظهر قدامنا. ما القادم لبرج الحمل في الفترة اللي جاي. طب اللي اتنين يا هورج اللي اتنين ممكن انت فيه ارتباط ممكن يحصل فيه زواج مع شخص هو مستقل. انا شايفة شخص العوحاني جدا على فكرة. لو القراءة دي مش مناسبة معيك فانت ممكن آآ ما تكملش يعني تبقى هي مش منطبقة معيك. يعني لو انت مثلا شريكك آآ صعب وفزيع وخاين وعمل ومعرفش ايه. فتبقى دي مش ريك قوي. ممكن تتحسن او تغير يعني انا شايفة شخص روحاني عمل استقرار استقلال بنفسه. الحالة بو اسمق لك على الحاجة. حالة الحب دي آآ بتكون حلوة قوي اللي هو حد آآ مستغني بنفسه عن الجميع. حالة الحب اللي بتكون دي حتة كده تبطيها اندهاركو. اللي بتكون فيها احتياج. احتياج آآ لفلوس ان حد مسلا يكون مسؤول عني او يصرف عليا او كده. احتياج لمشاعر ان آآ حد يعطف عليا. احتياج لاهتمام. احتياج احتياج. طاقة الاحتياج بتجذب الشريك الخطأ. اللي هو يعزدك في الشيء اللي انت محتاجه. تمام? طاقة الاستغناء والاكتفاء بالذات. آآ طاقة بتجذب آآ زواج ناجح آآ شريك مناسب آآ آآ ويخليك على الوضع ده دايما. يعني يخليك انك انت شخص مكتفي وعندك طاقة استغناء. فخال ما بالكم من الطاقة بتاعتكو انتو بتجذبو الشريك الحياة او انتو بتختارو شريك الحياة او انتو بيحصل فيه تصالح او عودة. عشان الموضوع يستخر ويستمر. لازم اكون انا مبسوط وانا مع نفسي. ومتصالح وانا مع نفسي. وسعيد وانا مع نفسي. عشان اجيب طاقة شبيهة دي. لو انا في طاقة فقر اي شيء فانا هجيب برضو الطاقة اللي شبيهة آآ لي. اخدوا بالكم من النقبة دي. آآ شايفة هنا برج ثور او برج عزراء. طاقات طاقات مائية. آآ شخص روصاني جدا. ممكن تكون آآ العلاقة دي هتروح لزواجة على فكرة استقرار وممكن كمان يكون فيها عمل مش طرق. اهو. زواج بلد من الزواج. زواج. فيه زواج اكيد برج الحمل. لو الطاقة مش همعك من البداية او الاتماع او مش همع او مصالحة. ايه كان وضعتها قوائي. لكن انا شايفة فيه ودنج. فيه اه ارتباط فيه ضواج. آآ وشايفة ناجح كمان. شايفة ناجح. بعضكم ممكن او انت بالفعل لقيت الشي دي. على فكرة مشوكي ورعتين. آآ لازم تكون حالتك كده. لازم تكون الطاقة بتاعتك او الحالة بتاعتك ايجابية. تمام? بعضكم ممكن يكون عينة من مشاكل اسرية في الصوق. لازم ان هو يتحرر منها. دي الصوق بتاعت الورج. تمام? آآ بعضكم عينة من المشكلات. ممكن يكون مشكلة في الاسرة بينك وبين الشخص ده. او بينك وبين شريك اخر. او هو بينه وبين شريك اخر. فيه سيركل معين انت بتلف فيه بقلك فترة. ممكن ده بيسبب لك فشل في العلاقاتك العاطفية. بسبب حاجة حصلت في حياتك. ممكن ده ما يكونش خاص بيك. يعني ممكن يكون خاص باسرتك بالاسرة الكبيرة عندك. اللي هما الاب والامة او كده. ممكن تكون مسلا كان فيها انفصال. او كان فيها لخبطة مسلا. آآ فانت عندك مشكلة من الطفولة. ممكن ده ما يبانش. يعني ممكن ده انت ما تكونش حاسس بيه او مدركه. فده بحتاج مسلا انك تعمل تأمل تعمق اكتر تشوف ايه الاسباب اللي بتخلي حاجاتك تبوز بالزات على المستوى العاطف اللي هو احنا بنكترم عنه في الوقت الحالي. وتتحرر منها. تتحرر من شكل الافكار اللي بتوصل لعلاقاتك ان هي ما تكونش نكحة. او ان هي يكون فيها الم او او خوف او عدم احساس بامان او الحاجات دي كلها. لازم انت تتحرر منها. فهو انت على الطرف الاخر. وتكون تفكيرك ايجابي. تجاه الاشخاص. اه تفكيرك واحاسيسك. لان لازم الافكار تربطها اه بمشاعر علشان تتحقق. زي كده لما بنزعر ونحزن. او نفكر في طاقة سلبية. بناءة عليه بنحس بمشاعر سلبية وحزن وقلم. بناءة عليه يحصل في حياتنا كثير من القلم كثير من سلبية. اه نفس الكلام لو احنا فكرنا بشكل اه اه ايجابي. اه وحسينا بشاعر ايجابية بيحصل في حياتنا احداث ايجابية ويدخلوا حياتنا اشخاص ايجابيين. خلوا بالكم النقطة دي كويس قوي يا برج الحمل. طيب نشوف ايجابية الملائيكة لبرد الحمل. نفس الكريم. اه بعدكم في عاملوا مشكلة مع حد او 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 شايف حد نصرا في المياه او كده. طيب هنا بيقول لك في حاجة تانية اخسن او في حاجة تانية افضل. ممكن يكون شخص. ممكن يكون فكرة. ممكن يكون تصرف. يعني في حاجة تانية احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. تأكيدا عليه. هنا بيقول لك اختار طريق تاني او اختار طريقة تانية. ففي حاجة احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. او احسن من الوضع اللي انت موجود فيه دلوقتي. والحاجة دي في ايدك انت اللي تعملها يعني. هنا كمان بيقول لك خلي حد يساعدك. خلي حد استشير حد. الحد ده لازم يكون حد خبرة في الحاجة اللي انت عايز تستشيره فيها. ومن الواضح انك انت لازم تلجأ لحد للمساعدة في الوقت الحالي. او ممكن تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استخارة. لان بصوا هنا دي تحت الورق بتاعكو خطير بصراحة يعني. هنا برضو انت مطلوب منك ميديتيشن. او التأمل او الدعاء. او انك انت تعد في لحظات كده تاخد فيها وقت مع نفسك. انت عندك لغبطة في دماغك. او حاجات اسئلة مش خايل فيها اجابات. هتجي لك الاجابات في اللحظات دي. اللي انت هتعمل فيها تأمل او استخارة او تدعي ربنا او اي مجاني حاجة. وبالشكل اللي فيه انت عنيه معتقلك اول. او دينك. فيه عندك بداية جديدة نجاح من اول والديد. صفحة جديدة تماما في حياتك وهينا بيقول لك لاتجو. في حاجة لازم تسيبها. او تتخلص منها افكار او اشخاص تصرفات او عادات اي مكن. عشان انت فيه صفحة جديدة تماما في حياتك. او دينك. اشتركوا في القناة